أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الأزراء عن اختتام فعليات برنامج التدريب العملي الصيفي لطلاب الجامعات المصرية وشباب الخارجين في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مساعد رئيس مجلس الأزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجهري أن هذا البرنامج يأتي في إطار المسئولية المجتمعية للمركز يهدف لتأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات